بسم الله الرحمن الرحيم الإخوة والأحباء أهلا بحركم في فيديو دي السوشال ميديا زيها زي أي حاجة في حياتنا فيها الصح وفيها الغلط ممكن من خلال السوشال ميديا دي إن إحنا نفيد نفسنا ونفيد الآخرين أو نقذي نفسنا ونقذي الآخرين بمعنى إيه؟ إن ما يقدم على السوشال ميديا مواقع تواصل الاجتماعي والمنصات المختلفة هناك الصالح وهناك الطالح الصالح هو كل ما يفيد البشرية كل ما يفيد الناس من محتوى هام ومفيد وهادف وبيعلم الناس أمور كثيرة في حياتهم بيزول عندهم الجرعة الدينية الجرعة الثقافية الجرعة العلمية الناس بتدخل زينا كلنا بندخل عشان بيكون عندنا مشاكل أي مكان نوع هذه المشاكل بندخل بنلاقي فيه خبرات عند أهل العلم في هذا التخصص بيفيدونا بعلمهم سواء كانت بقى مشكلة اجتماعية بندخل الناس بتتكلم فيها وفي حلولها مشكلة صحية بيلاقي ناس بيتكلم مشكلة بقى للتقنية والتكنولوجيا والكلام ده كله بنلاقي برضو كناس كتير جدا بتقدم محتوى ومفيد وراقي وهم احنا بندخل بنلاقي حلول هذه المشاكل عند هؤلاء الناس دول ربنا يجزيهم كل خير دول هم فعلا الناس المحترمين على مواقع تواصل الاجتماعي اللي بيفيدوا الآخرين عنده خبرة بيطلعها للآخرين ويستحق أي مقابل ممكن أن يحصل عليه من وراء مواقع تواصل الاجتماعي لو كان فيه أرباح لو كان فيه كلام ده كله بالعكس ده احنا نتمنى له كل الخير لأنه هو بيديني خبرة أو بيديني عصارة خبرته بيفيدني بالمحتوى الهادف الجميل الطيب اللي بيقدمه بيقدم زي ما قلت معلومة بيقدم علم بيقدم معلومة دينية بيقدم بيفيدني يعني أنا عندما أجلس أمام هؤلاء أو شهد هؤلاء الأشخاص بستفيد فيه إضافة بتحصل لي بيتم إضافة أشياء ليا أشياء جميلة وأشياء رائعة وزي ما قلت الحركة بيمكن يكون عندي مشكلة في أمر معين وألاقي حلها عند هؤلاء الأشخاص المحترمين ففعلا دول هم النقطة المضيئة في السوشيال ميديا الأشخاص المحترمين دول دول هم اللي بيفيدوا الناس وبيفيدوا غيرهم بيفيدوا الناس خيركم من تعلم العلم وعلمه وبيفيدوا الناس بعلمهم وبيستفيدوا سواء بقى كانت استفادة مادية ولهم كامر الحق في هذا وبيستفيدوا أيضا من دعاء الناس ديهم من ربنا يكرمهم ويزدهم علم لأنهم أفادوا غيرهم بعلمهم دي نقطة جميلة ونقطة مضيئة على السوشيال ميديا والمنصات المختلفة زي اليوتيوب والكلام بكله يعني موجودين هؤلاء الأشخاص وموجودين بكثرة بفضل الله تعالى ودول أشخاص مفيدين ونافعين للبشر ونافعين لنفسهم وللبشر على الجانب الآخر بقى نروح للدارك إيريا بقى أو الصب الأسول أو المنطقة المظلمة يعني وهم من يتسببون في الضرر للآخرين وممكن يضروا نفسهم ولكن لن أتكلم على الضرر الآخرين لما إنسان يكون هيدور نفسه فهذا شأنه خلاص ولكن أن يتعدى الضرر حدودك أنت شخصيا وتأذي بيه غيرك اللي ممكن يقلدك لأنه ضعيف العقل أو ضعيف الفهمة أو ما عندهش خبرة في الحياة أو أي مكان فيبقى في الحالة دي مش من حقك ويجب أنت وحسن ودول برضو تموجودين اللي بيستنوا يصنع سيئة في المجتمع واللي بيعلموا أشياء قبيحة للناس واللي بيطلعوا يتقولوا بألفاظ نابية واللي بيعملوا حاجات غريبة وحاجات خطر ممكن غيرهم يقلدهم وخاصة من الأطفال وصغار السن اللي هم ما عندهمش استيعاب كافي للحياة والمخاطر اللي هم بيعملوها أولا الأشخاص وتتسبب في كوارث محدقة بهم وبأهلهم ودول زي ما قلت موجودين على مواقع تواصل الاجتماعي زي ما الناس المحترمة الناس الجميلة الناس الرائعة الراقية اللي بتقدم محتويات محترمة وبتقدم علم وثقافة ودين والكلام ده كله بيفيدوا غيرهم المحتوى المفيد أي مكان هذا المحتوى دول موجودين وعلى الجانب الآخر برضو دول موجودين أهل الشر بقى اللي أنا بسميهم أهل الشر على السوشيال ميديا والمنصات المختلفة دول موجودين يقدموا التفاهة والوضاعة والقزارة والنجاسة وكل ما هو غريب وبيعملوا حاجات غريبة عشان قتل الركاب والتريند لأنه هم ناس فرغة ما عندهمش بداخلهم أي محتوى قيم ممكن يقدموه ما عندهمش أي علم ما عندهمش أي ثقافة وبالتالي هم بيقدموا أي هبل عاوزين يقدموا أي هبل أي مكان هذا الهبل زي ما بنشوف كتير بيعملوا حاجات جنان وحاجات غريبة وحاجات في منطقة القزارة وقلة الأدب لأنه هو ما عندهش حاجة جميلة جوا يطلعها اللي عنده شيء جميل جواه بيطلعه للآخرين عشان يفيد الآخرين وفي نفس الوقت يكسب ريضا ربنا ده الإنسان الكويس ده الإنسان المحترم ده الإنسان اللي إحنا المفروض يعني نحتفي به ولكن اللي ما عندهش حاجة طيبة جواه إزاي نتوقع إن إنسان كله شر وكله تلوث وكله قمامة جواه وهيطلع حاجة طيبة مستحيل طبعا فدول هم المملوئين بالقمامة بداخلهم فبيطلعوا قمامة في وجهنا النموذج اللي أنا هعرضه لأحراركم النهاردة واللي أنا واخده كنموذج ليه هؤلاء الأشخاص اللي بيدروا غيرهم مش أنا بتكلمش على الشخصية دي في حد ذاته أنا بتكلمش عنها يعني هي يعني لسه صغيرة في السن يعني ولكن أنا واخدها كنموذج للحديث عن الأشخاص اللي بيأذوا الآخرين من خلال بعض المواد اللي هم بيقدموها أو من خلال المحتوى اللي هم بيقدموه واللي ممكن الآخرين وخاصة صغار السن يقتدوا بيهم في هذا الأمر وينفذوه ممكن يكون الشخص اللي بيعمل المحتوى ده بيلعب ويهرج ولكن اللي بيقلده ما بيكونش بيهرج بيعمل الحاجة زي ما هو قال له عليها وبالتالي بيتحقق له الأذى بشكل جميل جدا عشان الكلام يقوى واضح نشوف مين هي الشخصية اللي احنا بنتكلم عنها هارض لحرككو هذا الفيديو بس عشان نشوف البنت دي بتعمل ايه وايه هو الضرر اللي يتحقق للآخرين بسببها ونرجع نكمل مع بعض تاني نشوف مع بعض هذا الفيديو ونكمل مع بعض بوسيما أنا خير صغيرة وحلوة ازاي تعال اقول لك عملتها بايزة باتنين جنيه بس بأمير ناخد الحتة من برا كده ونلزقها ومن نتنفس لبقى بقنا ونلزق وبقت زيد فقل وزغنانة ومسامسمة وطحفة وطبعية شوفنا مع بعض هذا الفيديو اللي بيحمل فيه طياته وكل بقى الخطر والسخافة والسطحية وانعدام العقل وانعدام المنطق والتعمد احداث ضرر بالآخرين اللي هيشاهدوا هذا الفيديو البنت دي اسمها مونة بدأت على السوشيال ميديا هي طالبة في كلية الحقوق جامعة طنطة وبدأت على السوشيال ميديا طبعا لانها ما عندهش حاجة تقدمها زي ما انا قلت لو هي عندها علم او ثقافة تطلع تدي للناس عشان حتى ربنا يكرمها عشان حتى ربنا سبحانه وتعالى يوفقها في مسعيها ويعني بتكون بتقدم حاجة طيبة للناس يعني تكون في بيزان حسناتها ولكن نظرا لان هي انسانة فارغة من الداخل ما عندهش اي حاجة تقدمها للآخرين فقررت انها تطلع تعمل الهابل ده على منصة التيك توك طبعا الامر ده يعني بغض نظر انه سخيف وخطير وتافه يعني وحدسه ولا حرج قوله فيه كيف ما شئتم يعني ولكن الخطر بتاع هذا الموضوع مش قاصر بس على اللي هي بتعمله في نفسها هي عايزة نفسها يعني هذا شأنها يعني تتحمل مسؤولي نفسها ولكن خطر ده تعديها الى الآخرين فيه ناس قلدوها بالفعل فيه احد الاطباء طلع وقال ان فيه بنت قلدتها وحصلت عندها مشاكل جمدة جدا ده فيديو مشهور احد الاطباء انها قلدتها وحط تازين مادة الكاوية الحارقة اللاسقة في ملاخرها وتسبب لها في مشاكل جمدة جدا او مشاكل رهيبة طيب ايه قصت بقى البنت لي البنت لي زي ما قلت نظرا لانها يعني عندها قدر من التفاهة ما عندهاش اي علم ما عندهاش اي ثقافة ما عندهاش اي حاجة عشان تقدمها للاخرين وبالتالي هتقدم لنا ايه هتقدم لنا التفاهة اللي ما عندهاش حاجة طيبة يقدمها هيتطلع يقدم لنا مع احترامي ليكو القمامة اللي جوة بس التفاهة بقى والسطحية وقلة الادب والقذارة وكل الكلام ده كله فطلعت بلقت انها تعمل فيديوهات فيديوهات بتاعتها انتشرت ان هي ازاي يعني طبعا من السخافة يعني انها تصغر بقها ومناخرها والكلام الفارغ ده عن طريق استخدام مادة الامير اللاسقة مادة الامير احنا كلنا عارفينها وبنستخدمها من زمن الزمن يعني وعارفين ان هي مادة في منطقة الخطورة وعارفين قوة اللاسقة بتاعتها بنلزق بها الحديد بنلزق بها بعض المعادل في بعضها فكون انها تطلع وتعمل حاجة زي كده هي كده بتعرض حياة الاخرين للخطر مش مهم حياتها هي حياة الاخرين اللي ممكن يقلدوها ومفروض ان هي تقع تحت طائلة القانون تحت طائلة القانون ان في احد الاشخاص كان تعرض لها وقالت له لنا هقضيك وهرفع عليك دعوة مش عارفين ده المفروض انت اللي يتم رفع دعوة قضائية عليك مش للشخص اللي بيواجهك انت اللي يتم رفع دعوة قضائية نظرا لما تقدمي للناس من محتوى خطر معرض ان في يعني غيرك وخاصة من صغار السن اللي هم لا يدركوا يعني يقلدو الكلام الفارغ الفاضي القزارة اللي انت بتعمليها دي ويتسبب لهم في مشاكل او اضرار كبيرة جدا لهم والاهلهم فطبعا هي بدأت انها تستخدم الحاجة دي وتحط الاميرة علشان تصغر من زي ما حالاكم شفتوا كده والفيديو ده على فكرة واحد من فيديوهات عديدة هي عملت الموضوع ده كتير ازاي تصغر شفايفك ازاي تقبار شفايفك ازاي تعملي طبع الحسن في خد الكلام فارغ من كل ده بالامير يعني تخيلوا ان مادة كاوية وحارقة لا يمكن ان تستخدم المادة دي لما بنكون بنلزق بها حاجة لو نقطة بس جات على صوباع الانسان بتبقى كارثة ما بنعرفش نشيلها فقبالكو دي بتحطها في اماكن حاصلت زي المناخير والفم والكلام ده كله وزي ما قلت حاركو ان في حالة قلدتها وحاصلت لها مشاكل صحية جامدة جدا ربنا يعني يعافيها ولكن طبعا هي قلدتها طبعا نظرا لانها شايفة ان دي بتعمل كده وانها طبيعية وجميلة وبتضحك بعد ما لزقت مناخيرها بالامير معرفش ايه تصغير وتكبير اللي هيبقى بالامير ده يعني حاجة ورا العقل يا جماعة والله الناس اتجننت والله والله الناس اتجننت يعني عشان اقدم محتوى انا ما عنديش حاجة اقدمها يعني ما عنديش مع كاميرا احترام لحضراتكو اتنايل وعب مقدمش حاجة لو ما عنديش حاجة اقدمها لو ما عنديش علم ما عنديش ثقافة ما عنديش دين ما عنديش اخلاق ما عنديش حتى كلمة طيبة اطلع اقولها الناس عشان افيد بيها الناس اتنايل وعب مقدمش حاجة مش كل واحد عنده كاميرا وعنده والموضوع ببلاش خلاص يدخل بقى يعني يعني يلقوا بقى أو يحطوا علينا البلاوي الزرق بتاعتهم دي يعني ويلقوا علينا بالقمامة اللي جواهم يعني مش ممكن الموضوع فعلا زاد عن حده النهاردة بنشوف كوارث على سوشال ميديا على تيك توك وعلى حاجات دي كلها بنشوف بلاوي بنشوف ناس يعني وصلوا لأقصى درجة من درجات الجنان في تصرفاتهم حرفية الناس اتجننت من أجل الحصول على المال السهل والسريع اتجننوا بقى يعملوا حاجات ورا العقل حاجات ليمكن لحد انه تخيالي يعني تخيالوا حضراتكم مثلا بنت زي لي هل حد كان يتوقع ان فيه فكرة ممكن زي لي تيجي في الماء انسان مستحيل مستحيل بحامل الأحوال فالأخت دي عملت هذا الكلام وثابت بقى عادي هي عملت كده والمفروض ان هي ما بتطلعش ومتتكلمش ومتقولش هي بتقول بس عايزين نصغر عايزين نكبر عايزين نعب لما تم طبعا نظر اللي ان الفيديوهات انتشرت وفيه مخاطر تحققت من ورقة هذين الفيديوهات السيد علي عمل معها اتصل بيها وصلوا لها بشكل او باخر وبتاع فهو طبعا عرفته يا تعال انت اين انت بتعمليه ومش عارفة قالت لو الله اذا انا بقدم الحاجة دي على سبيل الضحك وعلى سبيل الكوميديا دحك وكوميديا دحك وكوميديا اللي تستغليه مواد حارقة ومواد كيميائية تحطيه على الجلد وتقولي بدحك وبهزر هي قالت كده قالت انا بدحك وبهزر ما كنت متوقع كل واحد يعمل مصيبة يقولك انا كنت متحك وبهزر ما كنت متوقع ان الفيديوهات بتاعتنا تنتشر وبتعمل سيادتك انت طلع علينا ليه طيب يعني ما تتحك وتهزر مع نفسك يعني سيادتك اتحكي وهزري مع نفسك انتي خارج علينا ليه بالهبل اللي انت بتعمليه ده يعني بالعبض بالقزارة اللي انت بتعمليها دي انتي خارج عليها ليه بنام انت بتهزري هزري مع نفسك يعني ليه بتنشر ليه ليه حطاها على التطبيق وعلى العام والكل يشوفها ليه يعني انا زنبي ايه اتفرج عليك ولا على سحنتك ولا على التعمليه انا مش فاهم يعني ايه قيمة تريدت بتعمليه بلوش قيمة طلعت قالت ان انا بهرج وبهزر ومش عارف ايه والكلام ده كله طبعا الدكتور هاني الناظر كان على الجانب الاخر طبعا قال لها لدت بتعمليه ده في منطقة الخطورة وهيتسبب لأضرار كبيرة جدا للناس في حال تقليدهم ليكي وزي ما انا قلت محركوا في احد الاطبق قال ان في حالة صعبة جدا وصلت تحاولت برضو بتصغر من اكتر والكلام ده كله طبعا هي كان مبررة بتقول ايه هي ما انكرتش انها انا افتكرت الموضوع فيها بتقول انا بهرج يبقى الموضوع في خدعة قالت لا ده انا بستخدم ارضى انواع الامير يعني هي بتستخدم امير فعلا المادة اللاسقة دي المادة المعروفة عندنا كلنا دي يعني هي بتستخدمه بالفعل بتقول لكن بستخدم ارضى انواع الامير يعني بيلزق بمجرد بس الفيديو ما يخلص اللاسق ده بيفك ومش عالفوا هوا الكلام ده كله يعني انا بقيت مزهول بقيت مزهول يعني عشان الرغبة في الشهرة او تحقيق مكاسب مادية اعمل كده في نفسي وخلي الناس اللي هما طبعا ضعافة العقلة او صغار السن اللي هما لا يفقاهوا اي شئ في اي شئ يقلدوني وتسبب في خطر ليهم وضرر ليهم والاهليهم اعمل كده عشان خطر حق شهرة او عشان خطر ان انسان تافه مليش لازمة في الحياة انسان زيها كده انسانة تافهة مليهاش لازمة في الحياة ومفيش حاجة عندها طيبة تقدمها للناس تقومي تطلعي تهبلي قدام الكاميرا كده عشان عاوزة تشاهلي وعشان تطلعها على التيك توك او تطلعها على اي منصة ما بقولش اللي احنا ما نقدمش محتوى طرفيه يا جب لكن نقدم محتوى طرفيه ممتع من ادامه ده محتوى خطر ده محتوى خطر لان وارد زي من قلت ان اي حد يقلده ضعاف العقول المجانين كتير في المجتمع الناس المعتوها كتير جدا في المجتمع الاطفال الصغيرين بقى لهم المجانين ولا معتيه ولكن بحكم سنهم صغيرين فما عندهمش قدرة على الاستعاب ودايما بيقلده الطفل الصغير هو مقلد بطبعه فلما يتفرج عليها والتيك توك طبعا ده اصلا تطبيق اغلب اللي عليه اطفال صغيرين لما حد طفل صغير ولا طفلة صغيرة تقلدك وتروح في داهية واهلها يروحوا معاها في داهية بقى سيادتك بقى كسبنا ايه من وراك كسبنا ايه من وراك عشان خطر انت انسانة تافى ما عندكش حاجة مفيدة تقدميها فطلع طلق عليها بالقمامة الداخلية بتاعتك زي ما كتير بيلقوا بالقمامة الداخلية بتاعتهم علينا كل واحد تافى كل واحد بقى عندش حاجة يقدمها كل واحد هايف يطلع يعمل اي هبل وجنان قدام الكاميرا عشان خطر يحقق مكاسب او عشان خطر يحقق شهرة ايه القرف اللي احنا بينا فيه ايه القرف اللي احنا بينا فيه يعني فعلا شيء شيء محزن وشيء يعني تخيلوا بعد الكارثى ليه عملتها وفيديواتها الانتشرت لان طبعا التفاق هي للتنتشر يعني احنا دعونا نتفق ان للأسف الشريط على السوشيال ميديا ما ينتشر كل ما هو تافى يعني اللي بيحقق نسب مشاهدة وبيحقق انتشار بشكل كبير جدا هي الحاجات التفاق والحاجات الغريبة والحاجات الشهزة ده اللي ادعونا نتفق على هذا الموال الفضايح بقى والكلام الفرده كله فطبعا هي فيديواتها انتشرت لانها فيديوهات تفاق فيديوهات تفاق وبالتالي طبعا انتشرت فعلى تطبيق زي تيك توك مليان اطفال اغلب الاطفال كلهم عادين على تيك توك هذا التطبيق اللعين اللي ربنا ابترنا به يبقى تعملي كبان عليه حاجة زي كده وتعرضي حياة الاخرين اللي ممكن يقلدوك للخطر فكان مبررها زي ما انتشوفت عشتعرفوا بقى ان الاشكال دي الاشكال دي بتتنصر من مسئولية يعني هي طلعت عملت شوية الشهرة اللي عايز تعملهم او ممكن تكون كسبة ماديا لكن وقت المسائلات لا ده انا بغير مسؤول على الاخرين يبقى لما حد بقى يقلدها يبقى لما حد يقلدها هي بقى بتتنصر من مسئوليتها تجاهه بتقول لا انا مش بسؤول عنه انا مش بسؤول عنه انا ما عملت ما قلتولش يعمل كده هي بقلدتش هزا بشكل مباشر ولكن هي كلامها بتقول كده طلع انا طلع اهزر على تيك توك ما كنتش متخيلة ان فيديوهاتها تنتشر كده واللي قال لي دي قالت بقى واللي يرغف ده يرغف ده يا جماعة يا جماعة يعني اقول لي بس اتمنى اتمنى ان المحتوى ده هذا النوع من المحتويات الغريبة والضرة والمخيفة والرديئة ما انتبعهاش ما انتبعهاش ولا تقصر لنقاطعها هي المشكلة طبعا انا بخاطب الكبار زي حضراتكم ولكن الاطفال الصغيرين يبقى فيه رقابة بقى من الاهل على ما يشاهدوه او نلغي التطبيق ده خالص ونمسحه تيمانا على هواتفهم او التابلتس اللي معاهم عشان نخلص خالص من هذا الهراء دي يعني مصهورة من الصرف الصحي ضربت في الشن احنا بنشوف على هذا التطبيق وغيره يعني بلاوي زرق بلاوي زرق بمعنى الكلمة كل واحد ملاش شغلانة كل واحد ملاش شغلانة وقاعدين فضيينه قدامهم كاميرا وعام موبايل هم حططت الكاميرا قدامه ويقوم يعمل اي عبط قدامها وخلاصه عاوز ينتشر وعاوز يحقق فلوس لدرجة ان فيه عائلات كاملة سيئة في العبط عائلات كاملة سيئة في العبط يحطوا كاميرا ويعود يترقصه زي القابلة البدائية يعود يعملوا حاجات غريبة يعود يأكلوا قدام الكاميرا كلام فارغ وقلة أدب وانحطاط وسفالة ما بعدها سفالة واحدة زيديا هي بتتلصن من المسؤولين لو حد بقى قلدها وعمل كارثة زيدي وقصب نفسه بضرر أو بأزة ها فهي هتا هي توبا مسؤولة عنه هي تقولك أنا مش مسؤولة ده أنا كنت بهزر أنا كنت بهزر ما قلتش لحد يعمل كده فادي هي النوعيات اللي انتم مفروض تفرجوا عليها المفروض النوعيات دي كل ما هو رديء يجب مقاطعته اذا كوننا عاوزين نطلع لقدام اذا كوننا عاوزين نطهر روحنا وانطهر نفسنا كل ما هو رديء يجب مقاطعته ولكن الاسف هذه الحاجات بتنتشر هي ما اللي خل واحدة زيدي تطلع تعمل لعبط اللي هي بتعمله ده لأننا شايفة ان المحتوى الرديء هو اللي بينتشر وان السفالة والوضاعة والنجاسة مع الاحترام الحراكة في الألفاظ دي هي اللي بتنتشر اللي بتجيب مشاهدات وهي اللي بتحقق انتشار وبالتالي دخلت وقالت يلا أزيد في الزيطة معاهم بقى اشمعنا انا اعمل اي هابل اشمعنا انا فطبعا يعني المحتويات دي خطر ولا يجب ان احنا ننصاق وراها وطبعا بالنسبة للأهل يرقبوا أولادهم فيما يشاهدون لازم رأينا طبعا الحاجات دي بالأسف انتشرت انتشار كبير جدا وصول على المال من وراء السوشيال ميديا اصاب ناس كتير جدا وخلاهم يسلكوا هذا المسلك الغير طيب والغير حميد نسأل الله لنا جميع العفو والعفية واتمنى نفسي نفسي يعني اشوف اللحظة دي ان المحتوى الراقي اي مكان هذا المحتوى اي مكان يعني الانسان اللي بيقدم علم بيقدم ثقافة بيقدم دين بيقدم اخلاق بيقدم بيقدم اي حاجة هتفدني هاعود قدام هذا المحتوى هستفيد هستفيد هحس ان فيه حاجة انا كان فيه حاجة نقصاني كده واوضيفت لي فيه جزئية نقصاني واوضيفت لي حد انا عندي مشكلة وهو حلها لي ده اضاف لي اضاف لي كان عندي خلل كده او جزء فاضل نتيجة هذه المشكلة الشخص اللي هو المفروض عنده حل هذه المشكلة نظرا اللي خبروتي في الحياة ربنا يباركلون جميعا هاضاف لي جاب لي الجزء ده لما أنا سمعته وبالتالي لما يوجد مشكلة خلاص بقي عندي الحل بفضل طبعا ربنا سبحانه وتعالى اولا وهذا الشخص اللي أفدني قبل دي الناس يا جماعة اللي ندعمها ودي الناس اللي نقف جنبها ودي الناس اللي المفروض اللي نشاهدها حتى نستفيد حتى نستفيد ربنا يسترى معنا جميعا ويسترى مع ابنائنا وشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد دمتم في رعاية اللي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته